وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد سيد جاسم أهلا بك معنا يعني الإجراءات الأمنية التي غالبا ما تتخذ بأحداث عالمية مثل كأس العالم حدثنا عن هذه الإجراءات بالتأكيد هناك إجراءات روتينية بالنسبة إلى الإجراءات التي تتخذها بأجهزة الأمن في المناسبات العامة وخاصة ما يتعلق في مباراة دولية أو مناسبات دولية أو مونديال دولي مثل هذه المناسبة فأبرز هذه الإجراءات بالتأكيد تكون هناك إجراءات خاصة بتبتيش الحضور ومن ضمن هذه الإجراءات بالتأكيد تكون هناك ضوابات الإلكترونية تقوم بالمسح والكشف ربما عن متفجرات إضافة إلى ذلك هناك إجراءات روتينية مباراة التبتيش العالي إضافة إلى استخدام أيضا من قرار روسيا معروفة أيضا باستخدامها الكلاب بالبحث عن متفجرات يذكر بأن الجماعات الشيسانية والقوقازية معروفة بأنها ربما تكون انتحارية أكثر من غيرها وكانت روسيا شهدت عمليات انتحارية نفذتها فيها الغالب النساء سميت آنذاك بالأرامل السود انتقاما إلى أزواجهم من مقاتلين الشيسان فإذن فالإجراءات أيضا نقاط التفتيش هناك نقاط التفتيش تكون على شكل أكثر من حزام أمنية حول المونديال في شبيل التفتيش نقاط التفتيش وكذلك البحث عن أي متفجرات إضافة إلى ذلك يكون نشر تقليدي إلى أجهزة الشرطة في المناطق الساخن ماذا عن عمليات الدهس إذن سيد جاسم كيف تخطط السلطات الروسية للحد من هذه العمليات التي تشكل المخاطر الكبيرة لأنها صعب أن تتمكن من مراحقتها أو الكشف عنها مبكرا نعم ما يتعلق في عمليات الدهس يعني هناك إجماع عند جميع القبراء بأنه لا يمكن منعها ولا يمكن تكخن بها كون أن المواد أو الوسائل المتبعة هي استخدام أما شاحنات أو عجلات لا يمكن منعها لكن هناك حتى هناك في أوروبا وكذلك في روسيا بدأت تتبع إجراءات تقليدية بوضع حواجز كونتريبية ومواناة خاصة في المناطق المفتوحة أو المناطق المزدحمة فتكون ربما وسيلة إلى منع أو تقليل حدوث مثل هذه الحواجز بإضافة إلى ذلك هي وضع الكاميرات والمراقبة المشددة نعم طيب التقرير يعني حذر من استخدام وسيلة جديدة وهي الهجمات بطائرات دون طيار وأسلحة كيموية وبيولوجية ماذا لديك عن معلومات عن هذا الموضوع؟ ما يتعلق في إمكانيات الشيشان وما يسمى إمارة القوخاز في روسيا يعني لن تشهد سابقا هذه الجماعات بتنفيذ هذا النوع يعني مثل هذه النوع من العمليات طائرات المطيار أو باستخدام مواد بايولوجي لم تشهد موسكو وأجد أنه الآن ربما هذه الجماعات هي بالتأكيد هي تستغل مثل هذه المناسبات في سبيل الحاق الضرر في روسيا باعتبارها هي الدعم الرئيسي إلى النظام السوري لكن أجد أنه في المقابل أجهزة الاستخبارات الروسية هي استطاعت من تفكيك العديد من الخلايا وأجد أن هذه الجماعات ربما تقوم بسن عمليات محدودة غير نوعية ممكن يكون دهش ممكن يكون طعم لكن أجد أنه موضوع الأسلحة البيولوجية المواد البيولوجية ربما تكون بعيدة إلى هذه الجماعات بسبب قدرة أجهزة الاستخبارات والشرطة الروسية نعم سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك